نروح بقى لأخبار النادي الأهلي وعايزين نقول لحضراتكم أن الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي استقبل انبارح الشيخة نعيمة الأحمد الصباح طبعا رئيس مجلس إدارة نادي سلوى الرياضي الكويتي في حضور المهندسة ما يعاطف عضو مجلس إدارة النادي أكدت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح أن هي حرصت على زيارة النادي الأهلي خلال تواجدها في القاهرة طبعا المشاركة في فعاليات الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية تأكيدا على العلاقات المميزة اللي بتربطها بالنادي وبمسؤولي النادي وأكدت كمان على شعبات النادي الأهلي الكبيرة في دولة الكويت أشادت بما تحققه طبعا قطاعات النادي الأهلي المختلفة من نجاحات والكثير منها غير مسبوق على كافة الأصعادة وأشارت إلى أنها تتطلع إلى تعزيز التعاون مع النادي الأهلي أكيد للاستفادة من خبراته وإمكاناته الكبيرة في كافة المجالات أضافت أن هناك أهداف مشتركة بين منظومة عمل النادي الأهلي والملفات اللي بتهتم بيها في دولة الكويت وأبرزها تعزيز مكانة المرأة وتمكنها في المجال الرياضي على وجه الخصوص في ختام الزيارة دي قامت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح بجولة داخل مقر النادي بالجزيرة والتختت الصور التسكرية أمام دولاب البطولات والنصب التسكاري للشهداء وأيضا ملعب مختار تيتش وكمان تبادلت الدروع مع الدكتور سعد شلبي تأكيدا على العلاقات الطيبة والوطيدة اللي بتربط النادي الأهلي بكافة الأندية العربية وأكيد في مقدمتها الأندية الرياضية في دولة الكويت الشقيقة عايزة أقول لك على حاجة بقى بصراحة لأن تاني لما تيجي تتكلم أو تقول نقطة أو تقول معلومة أنت ما بتقولهاش من فراغ لما تتكلم عن نادي الأهلي أنت بتقولها بناءا عن واقع وعالأرض الكلام ده موجود نادي الأهلي لها عشاق كتير جدا جدا مش مصريين على فكرة ولما بنسافر برا وبيعرفوا أن احنا مصريين بيسألون أهلاوي ولا ايه منقول أهلاوي قولك بس هو ده فالأهلوية كتير قوي 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 بجد يعني والناس اللي هي حتى بتحب مصر تحس ان هي بتقولك احنا بنحب مصر واحنا أهلوية دي بسمحة كتير جدا أكيد انت كون سبعتها يعني طبعا مع الاحترام لكل الأندية والانتباية الأخرى بس أنا بقول لحضراتكم أنا بنقل الواقع فعشق النادي الأهلي موجود طبعا عند الكثيرين فدي حاجة أكيد بتسعدنا في الأول وفي الآخر وده بيدل على عظمة هذا الكيان وبرضو تاني ده مش كلامنا إحنا ومشعراتنا ده واقع على الأرض موسيقى